أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشرا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزرا وقالوا وساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلا قل أنزله الذي يعلم السر بالسماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه جنس أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنة تجري من تهتها لنهر ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الحلد التي بعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء يمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء لكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يغلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقانا لولا أنسل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عدوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن بقيلا ويوم تشطغ السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظلم على يديه يقول يا لئذن اتغذث مع الرسول سبيلا يا ويلتا لئذني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي النقوم اتخذ هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إن ناجئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخوه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمعناهم تدميرا وقوم نوحي لما كذبوا الرسل أبرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ألما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثل وكلا تبعنا تتبيرا ولقد أتوا عن الخنية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كن يتأخذونك إلا هزوى أهدى الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا انصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكلا أم تحسب أن أكثرهم إسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا نعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضضناه إلينا قبضا يسرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سبذا وجعل النهار نشرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما انطهرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرد البحرين هذا عذب فراته وهذا ملح أجاجه وجعل بينهما مرزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتقد إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يمت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السباوة والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استبع على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا سجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهر خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهنة إلا من تب وأمن وعمل عملا صلحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تب وأعمل صلحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون زور وإذا مروا باللغف مروا كرابا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه أولئك يجسون الغرفة بباسور ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم